مشاهدين الكرام الله يصبحكم بالخير ننتقل إلى الانتخابات البرلمانية داخل مدارس تحولت إلى المدارس ولكن هذه تنمي حقيقة المواهب وقدرات الطلاب الفلسطينيين ويعني شعور بحق الانتخاب وحق الاختيار هذا شيء جدا رائع إذن ننتقل إلى مديرية بيت لحم هناك تطبيق لمشروع انتخابات برلمانية في 21 مدرسة هذا العام ولكن هذا المشروع يطبق في بيت لحم لمدة 5 سنوات اليوم بسعدنا نتحدث أكثر عن الموضوع بوجود مشرفة مهنية في قسم الإرشاد التربوي في مديرية بيت لحم السيدة جهاد عودي الله يصبحك بالخير صباح النور كيف أصبحتي؟ الحمد لله وأيضا شاركتنا في مشاهدة تقرير الخليل كان مؤلم جدا بالنسبة لأيلي صحيح صحيح ننتقل للحديث عن موضوع الانتخابات البرلمانية هذا المشروع يطبق منذ خمس سنوات والآن هي السنة السادسة في هذا المشروع إيش برأيك هي إيجابيات التي حققتها في تطبيق هذا المشروع؟ يعني قبل كل شيء أنا بدي أنطلق من فكرتين أنا بآمن فيهن الفكرة الأولى أن المدرسة هي امتداد طبيعي للمجتمع للي بحصل في المجتمع الفكرة الثانية أن الطالب هو جزء شريك في العملية التربوية حسن اللي بحصل في المدرسة بأثر على ردود أفعال الطلاب أحد العوامل اللي بتأثر على ردود أفعال الطلاب هو الأحداث اللي بيتلقاها الطالب خلال حياته في المدرسة وفي البيت عمليا البرلمان الطلابي هو هدفه توجيه ردود أفعال الطلاب باتجاه إيجابي فكرة البرلمان الطلابي أجت من خلال ثلاث أبعاد البعد الأول نفسي الثاني اجتماعي والثالث مادي النفسي التجربة اللي بيعيشها الطالب الدموقراطية والترشيح والانتخابات هي تجربة غنية جدا بيعيشها طالب شكل نفسي بوفر لنوع من الأمان أنه صوته رح ينتقل بأمانة للناس اللي أعلى منه البعد الاجتماعي شبكة العلاقات الموجودة داخل المدرسة من معلم مدير طالب بتتفعل من خلال البرلمان الطلابي كمان مع الأهل بتتفعل بطريقة كثير إيجابية البعد المادي عملية البرلمان بيضغط بشكل كبير على المجتمع على المؤسسات في تحسين بنية البيئة المدرسية من خلال أنشطة بناء مختبرات إلى آخرين من كل هاي الأمور المادية ففكرة البرلمان أجت في الأساس عشان الطالب وتطوير شخصية الطالب وعلاقاته داخلية سيد جهاد عشان الطالب تفاعل طلاب المدرسة أو طالبات المدرسة مع الانتخاب البرلماني داخل مجموعة من المدارس في محافظة الوطن وقناة الفلسطينية زارت مدرسة مراح رباح في منطقة بيت لحم وأجرت مجموعة من المقابلات وكان هناك تقرير لزميلنا نور مرزوق ولكن السؤال هنا كيف يكون التفاعل ما بين المعلمين وما بين الطلاب في المدرسة عمليين البرلمان الطلابي خلق نوع من الحدود في العلاقة وفي كيف توصيل المعلومات وتوصيل الهموم والإنجازات ما بين الطالب والمعلم علاقة مبنية على الاحترام المتبادل على المطالبة بأي خلل ممكن يصير أثناء هذه العلاقة البرلمان الطلابي هو تمثيل لكل الطلاب حسنا في كل صاف في طالب يمثل الطلاب بينكل هموم وإنجازات الطالب للمعلم وبالتالي للمدير يعني نعيش الأجواء أكثر بالحديث عن هذا الموضوع كامرة الله يصبحكم بالخير مع الزميل نور زارت مدرسة مراح رباح خلينا نشوف هما بعض الانتخابات التي غابت عن المشهد الفلسطيني منذ فترة بعيدة ها هي تظهر بعد طول غياب لكنها في الحقيقة انتخابات مصغرة ففي محافظة بيت لحم أجرت 21 مدرسة انتخابات للبرلمان الطلابي للسنة الخامسة على التوالي هذا البرلمان الذي أتى بمبادرة من وزارة التربية والتعليم ومؤسسة الرؤية العالمية طبعا الانتخاب البرلماني هو في الأصل مشروع تربوي بمبادرة مدرية التربية والتعليم في بيت لحم قبل خمس سنوات ثم عممة الفكرة على باقي محافظات الوطن تحت عنوان الأسر الصفية يهدف هذا البرنامج تربويا إلى العديد من القيم خاصة قيم الديمقراطية وقبول الآخر هذا المشروع يهدف إلى تمكين الطلبة وتطوير مهاراتهم الحياتية في الواقع المدرسي لتطوير قيادات شابة قادرة على دعمي ومساندة وتطوير الواقع الاجتماعي والنفسي والأكاديمي كجزء مهم وفاعل في العملية التعليمية بيعني لي أنه مساعد الطالبات ممكن نمثل صفي أنه مثلا أنا صفي 23 واحدة أنا بحكي عن 23 واحدة مش 23 واحدة ممكن تحكي ومثل صفي ومنساعد المدرسة ومنقدمها ومنطورها وأحنا يعني أنا بقدم لي شخصيا أنه بكون ممكن يكون محبوبة أكتر شعبية هذول الطلاب من ناحية تمثيل صفهم رح يكون أولا تمثيل منظم ثانيا رح تكون من ناحية قدرتهم على حل المشكلات تعامل معها ووضع آليات لإلها الإبداع في وضع خطة لعملهم طبعا كل طالبة دخلت بمرحلة الترشيح كان لإلها دعاية انتخابية لا يقتصر المشروع على إجراء انتخابات وتكوين برلمان إنما يمتد إلى بعد من ذلك فالمشروع يضمن للطلاب الفائزين في الانتخابات تدريبات تهيئهم للأعمل في نظام مؤسسي وربيهم على المنافسة وتحمل المسؤولية بعد هذه الانتخابات رح يكون في مرحلة من تدريب الطالبات الفائزات على أنه كيف تعد خطة وتكون إنسان قيادي قادر على بناء خطة لتطوير نفسك وتطوير المجتمع اللي انت فيه كيف تقدر تنسق ما بين مؤسسات وما بين مدرستك ما بين مجتمع المحلي اللي حواليك مع الإدارة هذا شيء جدا مفيد بالنسبة للطالبة تمر فيه قبل إنها تطلع للمجتمع لأنها مواطنة فلسطينية نحن الهدف من الموضوع كله إعداد مواطن فلسطيني قيادي عنده القدرة إنه يبدع ويكون فيه إلو أثر في مجتمعه هذه الانتخابات المصغرة بنزهتها وديمقراطيتها وتقبل الآخر فيها ربما تعطي درسا للكل الفلسطيني الذي لم يمارس حقه الانتخابي منذ سبع سنوات نور الدين مرزوق الفلسطينية نور دائما بدأ على الوجع عشنا أجواء الانتخابات اللي ما شفناهاش يعني مثل ما حكب بالتقرير غيبت عن الساحة الفلسطينية ولكن كانت موجودة داخل المدارس ولكن فعلا أجواء رائعة وفرصة ممكن تكون جدا كمان مهمة بالنسبة للطلاب قبل ما يتأهلوا كمان زيما ذكرت ديفتنا الأستاذ جهاد تقوي شخصيتهم تعطيهم فرصة يقدروا يبنوا يكون عندهم معلومات وعأساسها يبنوا هذا القرار أنتم في مديرية بيت لحم برأيكم أهمية هذا المشروع بالنسبة للكم الإنجازات اللي بتحقيقوها مع أنه ممكن يأخذ وقت وجهد من الطالب من المسيرة التعليمية يعني إحنا بنهتم في الأساس لخلق توازن سلوكي أكاديمي تربو داخل المدرسة البرلمان الطلاب هو أحد هاي الوسائل في توجيه ردود فعل الطلاب اتجاه إيجابي واتجاه منظم وموجه بتم تدريب الطلاب بتم متابعتهم تقييم عملهم تقييم أدابهم وبالتالي إحنا بنكون على الطلاع في اللي بيصير داخل مدرسة ككل نعم طيب السؤال عن الطالبات والمعلمين إنه كانت الفكرة فعلا هي من نفس مدير التربية والتعليم أم إنه إجت من معلمة إجت من طالبة المظبوط هو البرنامج قبل خمس سنوات بلش في مدارس الوكالة عشان الأمانة العلمية اتطبق في مدرسة بنات بيت لحم بس الفكرة من مين؟ بيت لحم بيت لحم نعم البرنامج ملش في بيت لحم هسا يعمم في كل مدارس بيت لحم لكن في 21 مدرسة ممول نعم يعني ماديا يصرف عليه في 21 مدرسة لكن في باقي المدارس معمول فيه بشكل نفس الشكل اللي احنا شفناه ولكن وإن شاء الله بيكون بكل مدارس فلسطين في الجنوب في الوسط بالشمال أشكرك ست جهاد شكرا على حضورك ونتمنى لكم التوفيق شكرا جزيلا أشكر الفضائية إنها هتمت في التفصليات هاي لأنه كثير مهم هذا واجبنا شكرا شكرا لكم نتمنى لكم غير سعيد نعم إذن إلى هنا مشاهدين الكرام نأتي وإياكم إلى ختام برنامج الله صبحكم بالخير بكرا إن شاء الله بنفس الموعد بفقرات وملفات جديدة لساعة 11 ورح نعمل جولة أيضا في الوطن وخارج الوطن يعني إذن اليوم كانت جولتنا من غزة القدس الخليل وبيت لحم جولة رائعة بكرا ملاقيكم الساعة 9 نهاركم سعيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة